اهلا وسهلا فيكم في هاي الندوة الخاصة بالنيوجين اي اس اس معكم عمار جردات من الايات اتوقع اغلب الناس هون بيعرفوني انا المسؤول عن ماركت مصر واغلبكم اللي بيحكوا تليفون او بيتواصلوا معنا عن طريق بوابة خدمة العملاء بيكون الرد عن طريقي او عن طريق اي حدا من زملائي فاللي عنده سؤال اه بس حاب احكي لكم انه هاي الندوة رح تكون لمدة ساعتين تمام اه اللي عنده سؤال رح نغطي موضيه كتيره بعد كل موضوع رح اه اترك الباب للاسئلة حوالي اه تلات اربعة خمس دقائق واللي عنده سؤال بيقدر يطبعه على التشات هون وان شاء الله نحن بنحاول نجاوب عليها ادمر نقدر اوكي تمام اوكي منتاز كتير خلينا نبلش بنظام النيوجين اي اس اس شو هو نظام النيوجين اي اس اس سيد اسامة من بعد اذنك حضرتك قادر طبعة بس اه شيك اعمل شك على الانترنت كونيكشن لانه اغلب الناس او اغلب المشتركين حاليا عم بقدروا يشوفوا الصورة عم بسمعوا الصوت فاتاكد من انه صورة السماعة عندك فوق لونها اخضر وانه عندك عم بيفتح طيب خلينا نبلش شو هو نظام النيوجين اي اس اس من شو بيتكون وشو المميزات الموجودة فيه حاليا وايشن راح نغطي بهذا الويبنور هلا حاليا شو هو النيوجين اي اس اس طبعا النيوجين اي اس اس اه هو التطور الجديد لنظام البي اس بي لينك الموجود حاليا ما فيه تغيير على نظام البي اس بي لينك كسيستم كنظام البي اس بي لينك حيضل موجود ما فيه عليه ابدا اي تغيير حاليا تمام هذا تطور جديد لطريقة الشغل بين شركات السياحة وبين شركات الطيران وبين الاياتة اه نحن منعطيكم قابلية انك اه تختار نوع الاعتماد اللي بناسبك انت كشركة سياحة بالاضافة الى انه منحاول قدر الامكان انه تكون عمليات مبيعات التزاكر والترانزاكشن على البي اس بي لينك اه امنة لكل شركات السياحة ولكل شركات الطيران اوكي؟ طيب خلينا نبلش شو هو نظام النيوجين اي اس اس؟ النيوجين اي اس اس بيتكون من اربع عامدة اساسية في عندك اياتة ايزي باي ونيو اكريديتيشن مودلز نيو ريسك مانجمينت فريمورك وغلوبال ديفولت انشورنس بروغرام راح امشي فيهم واحدة واحدة الان بعد كل موضوع راح افتح الباب للاسئلة تمام؟ طيب منتزق تير اول شي بس بحب احكي لكم يا انه نظام النيوجين اي اس اس تدأ بشهر 3 بشهر مارس 2018 الريزوليوشن اللي بتاعكم النيوجين اي اس اس هي رزوليوشن رقمها 812 موجودة حاليا على موقع الاياتة تقدروا جميعكم تعملوا لها download بس كل ما عليك تعمله انك تفوت على موقع الاياتة في عندك بالsearch bar تقدر تدور على او تعمل search على اللي هو travel agency handbook ومن هناك بتقدر تعمل download الريزوليوشن الخاصة بالنيوجين اي اس اس تمام؟ ماركت ايجيت هو واحد من اوائل البلدان اللي حيتطبق فيها نظام النيوجين اي اس اس في الوطن العربي اذا ما كانت الاولى طبعا والمتوقع بحلول عام 2020 انه كل الشركات او كل البلدان يكونوا تحت نظام نيوجين اي اس اس تمام؟ اوكي خلينا نبلش باول option او باول عمود من الامد الاساسية لنظام نيوجين اي اس اس اللي هي او انواع الاعتماد مثل ما بتعرفوا حاليا في عندنا نوع واحد من الاعتماد اللي هو لحضراتكم كلكم مسجلين فيه عن طريق البي اس بي لينك اللي هو الستاندرد انك تقدم عن طريق بوابط خدمة العملاء وبتقيب خطط ضمان بحوالي 200 الفين 200 الف قنيه هلا اياتا هتعطيكم فلكسابيليتي انكم يتغيروا وتشتركوا بانظمة اعتمادات الجديدة خلينا نمشى على النوع الاعتماد الاول نوع الاعتماد الاول اسمه جولايت شو يعني جولايت زي ما انتم شايفين السلايد اللي قدامكم جولايت هو نظام اعتماد خفيف بسمح للشركات انها تبيع فقط او تصدر تذاكر فقط عن طريق الكريديت كارد الخاصة بالمسافر او الخاصة في الشركة بالاضافة على انها تعمل سيلز او مبيعات عن طريق طريق الدفع جديدة قدمتها اياتا لكل الشركات مشتركين بمختلف انواع الاعتمادات اسمها اياتا ايزي بي اياتا ايزي بي راح اشرحلكم عنها لاحقا وحنمشى فيهم ان شاء الله وحد وحد طيب شو اللي بيميز نظام الجولايت نظام الجولايت اللي بيميزه انه ما فيه او تقدر انك انت كشركة سياحة تعمل تصدير تذاكر عن طريق الكاش ليش؟ لانه اياتها هتعفيك من خطاب الضمان بهاي الحالة اي شركة تشترك بنظام الجولايت مش هينطلب منها خطاب ضمان لكن اذا كانت بتصدر عن طريق كريدت كارد حينطلب منها خطاب ضمان بقيمة قليلة واللي هي 5000 دولار فاي شركة بتحب انها تقدم عن طريق الجولايت بامكانها تبعث عن طريق بوابة خدمة العملاء وتقول انا عاوز اغير لنظام الجولايت بس في شغلة مهمة لازم احكي لكم اياها انت كشركة حاليا هتكون تحت الجو ستاندرد هلا بش رحلكم عن الجولايت لازم نيوجين اس اس يكون شغال في الماركت او يكون اكتف في الماركت وهذا ان شاء الله رح يكون خلال الشهر الحالي والشهر القادم رح نتواصل مع كل الشركات بشكل منفصل عن طريق الايميل ورح نخبرهم انه نظام نيوجين اس اس حاليا موجود في مصر فوقتها بقدروا يبعثوا لنا عن طريق بوابة خدمة العملاء ويستفسروا عن التعديلات اللي حتم عليهم اوكي هلا زي ما انتو شايفينه قدامكم في حاجة اسمها الفاينانشال اسسمنت الفاينانشال اسسمنت اللي هو المراجعة السنوية للميزانية العمومية الخاصة في الشركة مثل ما كعرفه كل سنة نطلب الميزانية العمومية الخاصة في الشركات اللي مشترك بنظام الجولايت مش هتطلب منه الميزانية العمومية مش هيتكون مطلب منه يبعثها للآياتها ومش هنعمل اي حاجة اسمها الفاينانشال اسسمنت تمام واضحة الامور بالنسبة لجولايت رح افتح الباب لثلت دقايق للي عنده سؤال على الجولايت يتفضل ويسأل اللي ما عنده سؤال منقدر ننتقل نحن على النوع الاعتماد الثاني دي هو Go Standard عم بشوف انه في ناس عم تطبع اسئلة او عم بكتبوا بالشات فاللي عنده سؤال بليز تفضل السيدة محمد بقول الشركات الجديدة لابد من رقم آياتها للدخول الى Go Light او Go Standard او اي نوع اعتماد لازم يكون في عندك اي اي اتا كود لازم يكون في عندك اي اتا كود السيدة محمد حسان بيسأل هو بدون خطاب ضمان ولا خطأ بخطاب الضمان بخمس تلاف دولار هو مش انت حضرتك كتبت خمسين اف دولار هي خمس تلاف دولار هو يأما بكون خطاب ضمان او تأمين عن طريق شركة التأمين او اي شركة التأمين موجودة في مصر في عندك جي اي جي في عندك ترست في عندك تكافل مظبوط ستمنا هلا بغض النظر انت عندك خطاب ضمان ولا عندك تأمين اسمها وانانشل سيكوريتي لو انت اشتركت بGo Light مش حيطلب منك غير الخمس تلاف خمس تلاف دولار والباقي بيرقعلك او بتخفضي عن طريق شركة التأمين اذا كانت شركة التأمين السيد عادل بس من بعد اذنك هو لانه احنا ما مشينا كتير هذي اول سلايد انا حكيت عن الGo Light الـPresentation مسجل وان شاء الله بتقدر حضرتك انك تفالو اوب معنا حاليا سيد عمر بالنسبة للدفعات هذي ما في عليها ابدا اي تعديل انت بتدفع كل خمس تاشر يوم ده مش حيتغير تمام كما هو لسه ستمونة انا لسه ما مشيت انا لسه عم بحكي عن الـGo Light فهلا منكمل على الـGo Standard المستر موهاب هذا اشي اختياري اياتي ما رح تجبرك على اي طريق الدفع بالنهاية هذا الشي بيرجعلك تمام بصير بس ننتقل هلا للـGo Standard بعد ازنكم الـGo Standard هو حاليا النظام اللي مشابه للنظام اللي انتو حاليا مشتركين فيه تمام كيف يعني يعني انت حضرتك بتقدر تعمل اصدار تذاكر عن طريق الكاش بتقدر تصدر تذكر عن طريق كريدت كارد وبتقدر تصدر تذاكر عن طريق المحفظة الالكترونية اللي هي اياتي ايزي باي في عندك على اليمين اذا حضرتك ملاحظ اللي هي ريمتنس هولدين كاباسيتي اللي رح اشرحلكم عنها وفي عندكم الييرلي فاينانشل اسسمنت يعني بهاي الحالي اياتي رح تطلب منكم الميزانية العمومية كل سنة وبالنهاية للفاينانشل سيكوريتي او الديفولت انشورنس بروغرام اللي هو التأمين حيكون حسب اللوكال فاينانشل كريتيريا تمام واضحة واضح بالنسبة للجو ستاندرد اوكي الست مريم عم تسأل انه الجو لايت خاص للتذاكر الكريدت ولا الكاش وكريدت لا هو فقط كريدت كارد واياتي ايزي باي بالجو لايت ما في كاش ما تقدر تصدر كاش بالجو لايت ما تقدر تصدر كاش بالجو لايت عشان هيك اياتي بتعفيك من خطب الضمان اوكي طيب ممتاز كتير هيك غطينا الجو لايت وغطينا الجو ستاندرد تمام حننتقل حاليا للجو جلوبل اللي هو النظام الاعتمادي العالمي هذا بصراحة بخص الشركات اللي عندها فروع منتشر حول العالم واللي مثلا عندها فروع بنفس البلد اكتر من 15-16 شركة او اكتر من 16-15 فرق بنفس الطريقة الاختلاف الوحيد بينها وبين الجو ستاندرد اللي هو المراجعة السنوية وخطاب الضمان او التأمين المراجعة السنوية لهذه الشركات اللي هي الجو جلوبل بتم كل اربع اشهر او كل ربع سنة بالنسبة لخطاب الضمان او التأمين الخاص بهاي الشركة بقدروا انهم يغطوا جميع الشركات حول العالم بخطاب ضمان واحد بغض النظر عن قيمته تمام بالنسبة لآياتا ايزي باي راح اشرحلكم اياه اياتا ايزي باي هو محفظة الكترونية بتزودك فيها اياتا تفتحيها بحساب عن طريق بوابط خدمة العملاء بتصير تصدري تذاكر عن طريق على الجي دي اس ما لها علاقة بالكريدت كارد راح اشرحلكم اياها تمام واضح الامور لحد الان يا جماعة حدا عنده سؤال على الاكريديتيشن موديلز او انواع الاعتمادات تفضلوا معنا دايقتين تسألوا عن انواع الاعتمادات اللي شرحت لكم اياها دلوقتي السيدة محمد بسألوا عن جو ستاندرد تفضل السيدة محمد كم من السؤال لا لا ما في اعادل تقديم سيدي هو فقط انت بتقدم طلب تعديل يعني انت لما بدك تعدل بين جو لايت و جو ستاندرد و جو جلوبال بس بتفوت عبوابط خدمة العملاء وتقدم طلب تعديل اياتا مش هتطلب منك تقدم تطلب اعتماد جديد بس بتقدم طلب تعديل عادي هلا بغض النظر حضرتكم ستمونا بتصدروا شركة جديدة ولا شركة قديمة بغض النظر انت بتختاري شو نوع الاعتماد اللي حضرتك عاوزة واللي بناسب شركتك لو ما بتصدرش تذاكر بانصحك بتروحي على الجو لايت اه سيدي هاب البيمنتس ما هتتغير كل خمستاشر يوم كل خمستاشر يوم حينزلك فاتورة لكريدت كارد بتصدر عن طريق كريدت كارد فمش مطلوب منك تدفع حاجة كل خمستاشر يوم بهاي الحالة لانو الحساب عن طريق كريدت كارد ميدخص مباشرة من بطاقة العميل سيترانيا بتسأل متى ما هو مطلوب من اقدم اي تعديل لا احنا لما يصير في عندنا نظام نيوجين اس اس في مصر شغال واكتف مباشرة كل الشركات حتدخل جو ستاندرد اللي بيحب يعدل يتواصل معنا عن طريق بوابط خدمة العملاء لا سيت زينب ما في طلب تعديل انت اذا بتحب هلا انت جو ستاندرد تعتبر حالي جو ستاندرد عاوزة تغيري على جو لايت او جو جلوبال تبعتلنا عن بوابط خدمة العملاء بالنسبة لسؤال ست ميرنا جو جلوبال خطاب الضمان اكبر هو حسب يعني بنعملكم حسبة بنبعتلكم قدي قيمة خطاب الضمان في حال اخترت تروحي جو جلوبال بالنسبة للآيات ايزي باي بالنسبة للبنك لسه حاليا مش تحدد سيد محمد بلبول بس يتحدد ان شاء الله رح نبعتلكم اياه على البي اس بي لينك الايزي باي سيد عادل الرفاعي هو نظام اختياري وليس اجباري حضرتك بتحب تشترك فيه سواء كانت عند سواء كنت على جي اي جي او كنت خطاب ضمان هذا اختيار الشركة او اختيار حضرتك نحن ما رح نجبرك على اي اختيار مضبوط سيد عمر لكن بصدرها عن طريق الكريدت كارد الخاصة فيه يعني ما بتفعلكم كاش لازم التصدير يكون فقط عن طريق الكريدت كارد او ايات ابي ايزي باي عن طريق البوابة الالكترونية سيد سيزانا الفرق بين الجو ستاندرد والجو جلوبل هو المراجعة السنوية انت الجو ستاندرد مراجعتك السنوية بتتم كل سنة والجو جلوبل كل اربع اشهر وبعدين في عندك خطاب ضمان واحد بيغطي كل الفروع اللي ليكي حول العالم هذا الفرق الاساسي الجو ستاندرد لنفس الشركة في نفس البلد انت لو انت جو جلوبل بيكون في عندك فروق حول العالم تمام هلا بشرح لكم عن نظام اوكي هلا بشرح لكم عن نظام بس خلينا نمشي بالبريزنتيشن اوكي او بالويبينور ستمونا مرزوق للأسف, انا ما فهمت سؤالك ماهلا سمحت تعديه وحاليا بس احمشي بس احرق علو بس ذكريني فيه احرق علو لانه احمشي في البيزنتيشن اوكي? طاعه ننتقد نعيد ااا على نظام الغوليت زي ما انتم شايفين هو ااااا اعتماد اساسي بيسيك اااا ااا تركضي تمام? وبتصدر تذاكر فقط عن نظام أو بطاقة الاعتمال الخاصة بالمسافر ما في مش هتقدر تصدر تذاكر عن طريق الكاش تمام هو صراحة موجه للشركات البزنس تباعها صغير أو اللي ما بتصدرش تذاكر أتوقع أغلب الشركات حقه عمره تمام ولي ما بتصدرش تذاكر بأي الحالة بقدروا يروحوا على جولايت مش هنطلب منهم ميزانية عمومية كل سنة ومش هنطلب منهم خطاب ضمان إلا إذا بصدروا عن طريق الكريدت كارت تمام وطبعا تقدر تحول بين أنواع الاعتمادات زي ما حضرتك عاوز عن طريق بوابة خدمة العملاء بالنسبة للجولايت بتحويل ما في عليه رسوم وبالنسبة للجولايت لو عاوزت من جولايت لجولايت هيكون في رسوم بسيطة لسه مش متحددة قيمة الرسوم وبس إن شاء الله تتحدد هنتواصل معكم ونقولكم شو هي قيمة الرسوم تمام سده عاوزت تسأل ما فائدة الخمس تلاف إذا مش كنت حتصدر كاش لأنه إذا حتصدري عن طريق الكريدت كارت ست العزيزة ممكن أي شركة طيران تنزلك بخصوص الكريدت كارت نسميها كريدت كارت شارج باك فبهاي الحالة إذا الشركة ما سددت الأي دي أم في عنا قطاب ضمان بيأمن قيمة المبلغ سيد أشرف مظبوط بيرجع على نفس الكريدت بس خلينا نمشي فيها واحدة واحدة حشرح لكم إياه حشرح لكم إياه تمام واضحة الأمور مرة ثانية بالنسبة للغو ستاندرد هو حاليا نفس النظام اللي حضراتكم مشتركين عليه أول ما يصير نيوجين ISS بمصر اكتف كل الشركات رح تتحول لغو ستاندرد تمام تقدر تصدر عن طريق الكريدت كارت تقدر تصدر كاش تقدر تصدر آيات ايزي باي هنطلب منها خطة ضمان حسب المعايير المالية المعتمدة في مصر وحيكون في عندك حاجة اسمها رميتان سولدين كباسيتي هشرح لكم رميتان سولدين كباسيتي دلوقتي وإن شاء الله بنمشي فيهم واحدة واحدة تمام في حال جو جلوبل واحدة أو أكثر كم خطة ضمان حسب حسب اللوكال فايناشيال كريتيريا في كل بلد ستنقلة يعني كل بلد انت مشترك فيه أو عندك فرع فيه حسب حسب اللوكال فايناشيال كريتيريا اياته رح تعملك الاساسمنت أو الخاص بالشركة وحتقول لك قيمة خطة بالضمان كام اوكي طيب بالنسبة للجو جلوبل زي ما قلتلكم هذا موجه للشركات اللي عندها فروع حول العالم بتشترك بأكثر من PSP Link country تمام من فوائده انه كل الشركات تحت عقد واحد مع الاياته ما فيه أكثر من عقد بتقدر تقدم له عن طريق بوابط خدمة العملاء والعملية الاعتماد بسيطة جدا وسهلة المفروض تكون سريعة في نظام نيوجين آي اس اس تمام زي ما قلتلكم الإفاليوويشن الخاص في الشركة أو الاساسمنت حين عمل كل أربع أشهر أو على فترة ربعية أوكي وخطاب ضبان واحد بيغطي كل الفروع أو كل المكاتب التابعة على هذا المكتب الرئيسي تمام أوكي زي ما قلتلكم بالبداية كل الشركات راح تفوت على جو ستاندرد لما يبلش نظام نيوجين آي اس اس في مصر هلأ طبعا تقدر تعدل وإلك حرية التعديل حسب ما حضرتك تختار نوع الاعتماد الخاص بك ازاي تقدم التعديل أول حاجة لازم أحكي لكم إياها إنه الكل لازم يكون مسجل على بوابة خدمة العملاء والكل لازم يكون في عنده اللي هي الportal service اياتي اكريديتاشن ان تشينجز عشان يقدر يعدل بين أنواع الاعتمادات طبعا التعديل من نوع اعتماد جو ستاندرد لجو لايت فري اف تشارج لكن من جو لايت لجو ستاندرد هيكون في رسوم بسيطة بس إن شاء الله تتحدد قيمة الرسوم حنبعت لكم إياها عن طريق البيس بي هلأ إزاي تعمل تعديل بدك تفوت على السيرفيس اللي اسمها اياتي اكريديتاشن ان تشينجز زي ما انتم شايفين بالسلايد قدامكم محطوط عليها مربع باللون البرتقالي بالأورنج مكتوب عليها اثر تشينجز من هناك تضغط عليها تختار نوع الاعتماد لحضرتك عاوز تعدل عليه وبعدين بتعبي الابليكيشن فورم تعمل سبميشن لأياد تمام واضحة بسيطة توقع جدا بسيطة وياريت اللي عاوز يعدل من نوع اعتماد لنوع تاني يتأكد من نوع الاعتماد اللي هو عاوز يعدل عليه لأنه الاعتماد بيأخد تعديل الاعتماد عوالي بيأخد من عشر لخمستاشر يوم في حال كانت كل الأوراق الشركة متواجدة عنها وبالد وما في عليها أبدا أي مشاكل وياريت إنه البورتال أدمنستريتر يتأكد إذا السيرويس هذي موجودة عنده أولا لا وإذا مش موجودة عنده يتواصل معنا عن طريق بواد خدمة العملاء عشان نحن نعمل له أو نعطي الأكسس عليها ستمونا الابليكيشن مش دلوقتي الابليكيشن مرة تاني قلت لك بس نظام نيوجين اس اس في مصر بتصير اكتب ولايف إن شاء الله خلال الشهر القادم أو خلال هذا الشهر بتقدر يتقدمي طلب التعديل أوكي مرة تانية راح أترك دقيقتين للي عنده سؤال على طريقة التعديل ثانبًا 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة خطاب ضمان يجوز فيه اننا نعمل تأمين وقيمة خطاب ضمان مزبوط تقدر حضرتك انك اما تختار خطاب ضمان او تأمين ما في ابدا اي مشاكل اوكي ستمونة 2020 هذا المتوقع لكل الشركات انها او كسري مش كل الشركات كل البلدان في العالم تكون تحت نظام نيوجين اي اس اس يعني النظام القديم اللي هو فقط اعتماد واحد لحضرتكم عليه حاليا يتغير بس كبي اس بي لينك بي اس بي لينك زي ما هو شغال سيد عاطف قيمة خطاب الضمان في الستاندرد حسب المعايير المالي المعتمد في مصر حاليا 200000 جنيه او حسب المراجعة الخاصة في الشركة لما تقدم طلب اعتماد ستمونة الشركة لا تصدر اي تذاكر هل قولايت عنده عند التحويل الى النظام القولايت ما فهمت سؤالك ستمونة خصائص السيد اسامة بيسأل خصائص اضافية في الجو جلوبال تميزه عن نظام الستاندرد مرة ثانية سيد اسامة هذا الجو جلوبال موجه للشركات اللي عندها فروع حول العالم تضغط بقيمة خطاب ضمان واحد يعني مثلا حاليا لو حضرتك عندك شركات في مختلف بلدان العالم انت كل شركة هتقدم عليها لايات خطاب ضمان حاليا او لما يصير عندك نيوجين اس اس كل الشركات بتغطيها بخطاب ضمان واحد طبعا عادي بتقدروا تكتبوا الاسئلة جماعة عندكم وبرتحلكم الباب للاسئلة اخر للبريزنتيشن اللي عنده سؤال يسألوا حجاوبوا عليه سيد احمد بلح مزبوط هلأ في حاجة اسمها ريمنتان سولدين كاباسيتي حشرح لكم عنها تمام هي موجودة بالجو ستاندرد موجودة بالجو جلوبال طبعا الرسوم السنوية يا سيد محمد اشرف ما حتتغير رسوم السنوية هي رسوم سنوية لتجديد اشتراكك في الاياتة وليس لها علاقة بالدفع او بنوع الاعتماد الخاص فيك مزبوط سيد عاطف النظام القولايت هو افضل للشركات اللي ما بتصدرش التذاكر ننتقل حاليا لحاجة اسمها رسك مانجمينت فريم وورك شو هي رسك مانجمينت فريم وورك بس عشان الكون اللي نكون عارف اي شركة جديدة طب حتجاوب على سؤال اخر سؤال من السيد محمد وبعد كده حننتقل على رسك مانجمينت فريم وورك نحن كشركة مندفع كاش كل 15 يوم عن طريق الاداة وتحويل بنكي ومش بنقدم خطة ضمان اصبحنا بنقدم اوراق تجديد الاشتراك فقط الميزة اللي ممكن اخدها من نظام جديدة طيب هلأ شوف يا سيد العزيز كنظام تعامل بالدفعات ما حيتغير حتدفع كل 15 يوم لكن اياتا بتعطيك صلاحية انك تختار طريق تصدير تذاكر يا اما عن طريق الكاش يا اما عن طريق الكريديت كارد يا اما عن طريق الاياتا ايزي باي تمام بلس ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 اه كانت ايات التابعة لكم وهي notice of regularity. هلأ بطل في عنا حاجة اسمها notice of regularity. صار في عنا حاجة اسمها risk event. تمام. وبناء عليه تحدد المخاطر الخاصة في الشركة. هلأ بس يتحدد المخاطر او نوع المخاطر الخاصة في الشركة سواء كانت اي او بي او سي. هذا التحديد بيأثر على ثلاث حاجات. الحاجة الاولى بيأثر على قيمة خطاب الضمان. الحاجة التانية بيأثر على الريمتنس هولدين كاباسيتي. الريمتنس هولدين كاباسيتي اه رح نحكي عنها. اللي هي بكل بساطة الحد الاقصى المسموح لكل شركة انها تصدر خلال فترة بيئية. محددة. يعني هيكون لكل شركة حد اقصى لاصدار التذاكر عن طريق الكاش. كاش فقط. يعني ما في حد اقصى للاصدار عن طريق لاياتا ايزي باي. ما في حد اقصى للاصدار عن طريق الكريدت كارد. مفتوح. تقدر تصدر انت من تعاوز اذا كاش الشركة. بس لما بالنسبة لتصدير عن طريق الكاش. فكل شركة هيكون ليها حد اقصى للتصدير. وهذا الحد الاقصى بيتحدد بناء على الريسك ستاتس الخاص في الشركة. تمام? واضحة? اوكي. خليني بس احكي لكم مرة تانية. بس معلش بس سيدة محمد رجدي. بس خلي السؤال. هلأ راح افتح الباب لأسألة بس شوي. اذا سمحت. هلأ. زي ما قلت لكم. الريسك ستاتس بتتحدد حسب دراسة الميزانية الخاصة في الشركة. زائد اي مخالفات كانت على الشركة خلال فترة من سنة لسنتين ماضيين. يعني 12 ل24 شهر اللي مروا. تمام? انواع الريسك ستاتس في عندك اي بي ان سي. اوكي. سيدة اسامة الكل عم بيسمعنا بس اذا سمحت اتأكد من انه السماعة عندك فوق بصفحة الويبنار او بصفحة الندوة لونها اخضر. اوكي. طيب ممتاز كتب. اوكي. نحكي عن الريسك هستوري اسسمنت. الريسك هستوري اسسمنت اه راح يكون مبني على اللي هي نوع ريسك افنت الخاص فيك. زائد الفاينانشل ريفيو الخاص في الشركة. كيف يعني? لما اياتا لما حضرتك انت كشركة تفوت نظام نيوجين اي اس اس. قبل ما تفوت نظام نيوجين اي اس اس اياتا راح تتواصل معك عن طريق اليميل. ورح يبعتولك شو نوع الريسك ستاتس الخاص فيك انت كشركة. طبعا حضرتك تقدر تطلب الديتيلز. ازاي اياتا وصلت لا اه الريسك ستاتس بتاع الايجنسي الخاصة فيك. رح نبعت لك كل الديتيلز عن طريق اليميل. مرة تانية بعيد انه الريسك هست ستاتس الليها علاقة بمراجعة الميزانية العمومية الخاصة في الشركة زائد المخالفات اللي كانت على الشركة خلال فترة من اتناش لاربعة وشرين شهر اللي مروا. اوكي? تمام. امثلة على المخالفات طبعا متل ما تعرفوا زمان اه او حاليا الموجود عندنا في مصر في حال على سبيل المثال في حال شركة ما دفعت اه فاتورة معينة بيوصلها نقطتين عدم انتظام. متل ما تعرفوا نان كومبلاينس او نوتس اوف الريجيلاريتي. هذا الناعو حاليا بنظام نيوجين اي اس اس. اه حيلتغي. حيتم استبدال النوتس اوف الريجيلاريتي بحاجة بحاجة اسمها ريسك ايفنت. شو ريسك ايفنت? الريسك ايفنت على سبيل المثال للحصر في حال شركة ما دفعت مثلا فاتورة. ما حتى وصلها نوتس اوف الريجيلاريتي لكن حيصير في عندها حاجة اسمها ريسك ايفنت. ريسك ايفنت هيأثر على قيمة خطاب الضمان. هيأثر على الريميتنس هولدين كاباسيتي او الحد الاقصى المسموح للشركة انها تصدر عن طريق. تمام? في عندنا انواع تاني من الريسك ايفنت. في عندك حاجة اسمهاET ادمنستراتيو ينكمنيانس. الها علاقة بانه انه على سبيل المثال الشركة ما زودت اياتا باوراق التعديل. اه الشركة مثلا اه ما بعثتتلا اياتا او ما ما كملت اا اه انواع التعديل الخاصة من اعتماد لاعتماد. تمام? اه اى سيد احمد حقمل, ام هذا مش مخالفة. يعني بالنهاية المخالفة اه مش من عندي, انا كآياتة ما راح اطلع عليك ايدي ام. الايدي ام بتطلع عليك من شركات الطيران. هاده باعتبار او مبيعات. ايدي ام هاده من شركة الطيران. انا كآياتة ما ما عندي مخالفة انا نزلها عليك. انا منزل عليك ريسك ايفنت حاليا. resto هي علاقة بتأخيرك عن الدفع سواء كان اي دي ام او مبيعات كريدت كارد اه سوري او مبيعات كاش يعني ما ما لها علاقة بالما لها علاقة بالمخالفات اللي بتنزل عليك من الاياته تمام طيب يا ريت بس هون اه يعني شوي يكون في اه تركيز لانه هاي كتير مهمة زي ما انتم ملاحظين في عندكم المخالفات انواع المخالفات اللي فترة اتناشر شهر وانواع المخالفات اللي فترة اربعة وعشرين شهر تمام متى بتصير الشرك او متى بتغير الريسك ستاتس تبع الشركة في حال صار عندها واحدة من هاي المخالفات خلال فترة اتناش لاربعة وعشرين شهر تمام خلينا ناخد مثال من فترة الاربعة وعشرين شهر لنفرض انه شركة صار في عندها ديفولت او ايقاف سبب عدم دفع هذا الايقاف او الديفولت يكفي انه يحصل مرة واحدة خلال اربعة وعشرين شهر عشان الريسك ستاتس تاعي الايجنسي يكون اه خلينا نحكي بي او سي لكن في عندك مخالفات اذا حصلت خلال اتناشر شهر مرتين مش مرة واحدة يعني انا كاياتا بطلب منك تجدد خطاب ضمان لنفرض انه في شركة عندها خطابين ضمان الشركة اول مرة ما زودتني بخطاب الضمان على الوقت حينزل عندها ريسك ايفنت لكن بهذا لا يعني انه الشركة رح يكون ريسك ستاتس تابعها بي او سي ليش؟ لانه خطاب الضمان مع مسموح له مش مسموح له بتقدر تحكي انه خطاب الضمان لما يزودني فيه او الشركة ما تزودني فيه على مرتين يعني خطاب الضمان الثاني لما طلبهم مش شركة وما تزودنيش فيه بهاي الحالة رح ينزل عليها التانية او الريسك ايفنت التاني بهاي الحالة رسك ستاتس تاعي الاجنسي رح يتأثر. بالنسبة لريميتنس فريكونسي مرة تانية ريميتنس فريكونسي او اه معاد الدفع ما حيتغير كل خمستاشر يوم حينزلك فاتورة بتدفع كل خمستاشر يوم. تمام? اه ازا الايجنسي الريسك هستوري تبعها يعني كان في عندها مخالفات في عدم الدفع كان في عندها الميزانية العمومية اه كانت غير مطالقة للمعايير الماتلية المعتمدة. مثل ما قلت لكم. اذا حياثر على الريسك ستاتس تبعها ممكن يتغير من اي لا بي. واحنا رح نبعت لكم الديتيلز هادي ان شاء الله باي ايميل. وانس انه صار فيه تعديل على الشركة. اوكي? حاليا معنا ثلاث دقائق. افتح لكم الباب للاسئلة. اللي عنده سؤال تفضل يسألني. ستدعاء رح ابعت لكم الفيديو رح ابعت لكم ما في مشكلة. مرة ثانية مستر احمد ال اي دي ام هادي مش مخالفة ال اي دي ام هادي بتنزل عليك من شركة طيران. انا كآياتها يعني ما بقدر احكي لك انه ال اي دي ام حجمها مخالفة او لا. انزل حضرتك بغض النظر كانت اي دي ام ولا مبيعات. اذا ما دفعتها هادي تعتبرها مخالفة. اوكي. اه سيد اه مهاب يسأل اه شو الفرق بين اي و بي سي بالنسبة للحد الاعلى لاصدار التذاكر. هلأ بالنسبة ل اي. حد الاعلى لاصدار التذاكر سيدي بكون بناء على كالكوليشن على حسبة معينة. حياتها هتعملها لكل شركة. بي نفس الشي لكن بي سي. حسب قيمة خطاب ضمانك. يعني الحد الاعلى لك لانك تصدر في فترة بيعية مساوي لقيمة خطاب ضمانك. سيد اشرف بيسأل اه ما فيش خطاب ضمان لو في ريسك ابنت. لا ما هو حسب حسب نوع اعتمادك سيد اه اشرف. حسب في نوع اعتمادك. هلأ سيد محمد والله حاليا للأسف يعني بالعربي للأسف ما في ما في ما في ما في اه اوبشن او ما ما في قابلية انه نرسله في العربي لكن. اذا حضرتك وصلك حاجة زي كده لا سمح الله تواصل معنا وانحنا مشرح لك اياها في العربي. اه سيد محمد مرتاني في حال عدم موجود اي مخالفات خلال فترات اللي فاتت. خطاب ضمانك حيكون بناء على المعايير المالية المعتمدة في مصر وبهاي الحالة منم او اقل حاجة ميتين الف جنيه. سيتمونى المخالفة لها قيمة مالية حسب حسب نوع المخالفة. اذا كانت لها علاقة بعدم الانتظام في الدفع او تأخير في الدفع حيكون في رسوم تأخير دفع زي ما هو معمول فيه حاليا. لا سيتميرنا مش مش شرط انه يزيد. ممكن ينقص وممكن انه يزيد. المنمم ميتين الف جنيه. سيدة محمد طيب مرة تاني حايدها بس خليني اقرأ باقي الاسئلة عشان اذا في حدا عنده نفس السؤال اراجعها. سيتمونى. اه ما فيش عندك انت اي اه تأخير في الدفع. اه عدم الدفع يعني مرتين خلال اتناشر شهر. عاوز اقول اه اقول ليه كم مرة خطأ. اوكي. خليني بس اشرح لكم مرة تانية. معلش بس. اه معلش اه توقفوا الاسئلة شوي. خليني اعيدها مرة تانية. اوكي عشان الكل يكون واضح عنده. طيب. هلأ كيف اياتي راح تعمل الريسك هستوري اسسمنت. تمام? معلش بس ما حدا بليز بس اعطوني شوية وقت اشرح لكم. كيف اياتي راح تعمل الريسك هستوري اسسمنت? الريسك هستوري اسسمنت راح يكون مبني على المخالفات اللي كانت عند الشركة خلال فترة من اتناشر شهر لاربعة وعشرين شهر. انواع المخالفات زي ما انتم شايفين هيها موجودة قدامكم. في عندك مخالفات اذا حصلت مرة واحدة بهاي الحالة الريسك ستاتس بيكون او ريسك اسسمنت هيكون فيل. يعني هيكون اه غير مطابق. وفي عندك اذا حصلت مرتين بهاي الحالة هيكون غير مطابق. هلأ في السيدة محمد سألني عن الادجستد الريمتنس فريكونسي. الريمتنس فريكونسي هذا اللي ذكرت لكم اياه ما حيتغير في مصر. فانت بهاي الحالة بتقدر تاخدها او ما تحسبها من الاسسمنت الخاص فيك انت كشركة. انت الريسك اسسمنت بتاعك هو كل خمستاشر يوم. يعني بهاي الحالة انت على سبيل المثال لو حصل عندك ما دفعتش ونصار في عليك ايقاف. بهاي الحالة خلال فترة اربعة وعشرين شهر. اذا صارت عندك لولا مرة واحدة بهاي الحالة الريسك اسسمنت تاع الايجنسي حيكون غير مطابق. مثلا لو الايجنسي تأخرت في الدفع لكن ما صار في عليها ايقاف. لو حصلت اول مرة هذا لا يعني انه ريسك هستوري تاع الايجنسي آآ غير مطابق. لكن لو حصلت لتاني مرة هذا يعني انه ريسك هستوري او ريسك اسسمنت تاع الايجنسي غير مطابق. فيهاي الحالة الريسك ستاتس تاع الاجنسي رح يتأثر لو كانت اي حتصير بي لو كانت بي حتصير سي تمام اذا سمحتوا اعطوني دقيقة بدي اقرأ الاسئلة عشان اجاوب عليها واحد واحد الاسئلة اللي انكتبت عشان اجاوب عليها واحد واحد وبرجع لكم هلا الست مونة بتسأل مرة تانية اتوقع ايس جاوبت علي مرة تانية الست نقلة بتسألة والشركة بتعمل نظام تأمين بدون خطاب ضمان كم يكون الحد الاصدار في اي بي سي اوكي الست العزيزة بالنسبة للاي حيكون حسب فورميولا او كالكوليشن ايات رح تعملك اياه يعني ما في قيمة محددة حاليا رح نعمل لك كالكوليشن رح نبعت لك اياه ونقول لك ده الحد الاعلى لك لاصدار التذاكر هذا لا يعني انه هذا الحد الاعلى لا يتعدل نوم بتغير بتقدر تغيريه في اكثر من طريقة عشان يتغير حشرح لكم اياها كمان شوي لما نفوت بالريمتنس والدين كافاستي السيد اشرف بسأل اذا ما في خطاب ضمان نتعامل نفس الشي سيدي نفس الشي ما حيتغير يعني انت نوع خطاب او نوع التأمين الخاص فيك سواء كان خطاب ضمان او عن طريق شركة تأمين ما علي ابدا اي مشاكل انت بتختار اصدار لشركات الطيران الغير مسموح لي بطبعها مثل طيب خلينا اوضحكم نقطة لانه هذا السؤال اللي سأله السيد محمد حاليا هو نسألته بالندوة اللي قبل كده نظام الايزي باي ما بتقدر تصدر عليه اذا ما كان في عندك صلاحية اصدار تذاكر عن طريق شركة طيران محددة لازم كون في عندك صلاحية اصدار تذاكر اوكي بالنظام الايزي باي لا يا سيدي نظام الايزي باي لما اشرح لكم عنه هتعرف ازاي المبلغ بيتخصم من النظام الايزي باي اوكي سيد مصطفي بقول لي والشركة تخطط للحد الاقصى ما في شركة رح تتخطى الحد الاقصى للاصدار انت حتوصل للحد الاقصى للاصدار بعد كده مش هتقدر تصدر كاش بتصدر كريدت كارد او بتصدر اياته ايزي باي مفتوح لكن عشان تنزل الحد الاقصى مرة تانية وترجعه او وترجع الليمت مرة تانية حيتطلب منك انك تدفع المبالغ المترتبة عليك بمقدما سيد موناء انت حترجعي يعني حترجعي لشهر 11 2016 يعني اياتك حتتفرج على الهيستوري بتاع الشركة بتاعتك من شهر 11 2016 يسبب مظبوط سيد عاطف تقدر ترجع من A ل B وانس انه الشركة ما يكون في عندها اي مخالفات وبس تمر عليها المدة القانونية كم المبيعات حيتأثر على الريمتنس هولدين كباسيتي مظبوط ستميرنا او يس عن طريق ستميرنا مظبوط حيتأثر كم المبيعات عن طريق ريمتنس هولدين كباسيتي سيد محمد بالنسبة للاشتراك حضرتك تواصل عن طريق بوابة خدمة العملة يعني احنا هم نحكي عن نيوجين ISS هنا انا عسف بالنسبة لسيد عاطف بسأل المدة القانونية ايه مرة تانية من 12 شهر ل24 شهر سيد اشرف اشرف احمد بالنسبة للحد الاقصى للاصدار اللي عندك حسب الكالكوليشن يعني لسه مرة تانية بغض النظر سواء كان انت عندك خطاب ضمان ولا كان عندك تأمين الحد الاقصى ليك لسه ما تحددش بيتحدد بس اياته تعمل لك الاساسمت او تعمل لك المراجعة الخاصة فيك قبل ما تتحول لنيوجين ISS وقتها حنتواصل معك ونقولك ده الحد الاقصى ليك لمسموح لاصدار التذاكر خلال فترة بايعية اذا انت عاود تزيد ده الحد ده بتزود اياته بخطاب ضمان اعلى من خطاب الضمان الموجود اذا عاوز تخليه مثل ما هو وتصدر عن طريق كاش بتصدر لحد الليمت ده اذا عاوز انك ترجع الليمت زي ما كان بتدفع المبالغ اللي حضرتك صدرتها عشان الليمت ينزل ست مريم انا بس اعسف مش قادر افهم السؤال بتاع حضرتك اوكي ست مريم يعني هاد بصراحة بدها مراجعة فاذا حضرتك عاوز تراجع الموضوع بخصوص الكيس الخاصة في شركتكم ياريت تبعتنينا عن طريق بوابة خدمة العملة او تتواصلي معنا عن طريق التليفون واحنا ان شاء الله هنحنقدر نساعدك تمام اوكي اي حد عنده سؤال تاني اللي عاوز شوفو موجود بالنظام الستاندرد والجو جلوبل اوكي طيب خلينا ننتقل دلوقتي هذه امثلة على رسك ستاتس اي بي و سي وشو مبقابلها او كيف تم اعتماد رسك ستاتس اي بي و سي على سبيل المثال اي زي ما انتوا شايفين الميزانية العمومية اللي هي الفاينانشل ريفيو على الشمال بالجرين باس يعني ناجحة اوكي بالنسبة ل رسك هستوري كمان ناجحة يعني الشركة ما عندها اي مخالفة بهاي الحالة رسك ستاتس تبعها اي والريمتنس holding capacity او الحد الاقصى للاصدار حيتم حسابه عن طريق calculation او فورميولا او حسبة معينة حوريكم الحسبة دلوقتي اه وهياتها تبعت لك قيمة الحد الاقصى للاصدار الخاصة فيك مثلا رسك ستاتس بي رسك ستاتس بي هو في حال انه الشركة لم تطابق واحد من المعايير الخاصة في الفاينانشل ريفيو بهاي الحالة دراسة الميزانية العمومية خاصة في الشركة بتكون انساتس فاكتوري مثلا او في حال مثلا الريسك هستوري او اذا كان في عندها مخالفات دفع طبعا واحدة منهم كانت فيل واحدة باس بهاي الحال الرسك ستاتس تاعة الاجنسي بيكون به والريسك ستاتس سي اللي هي الاخيرة انه الشركة ميزانيتها العمومية ما كانت مطابقة للمعايير المالية وكان في عندها عدم انتظام دفع مثلا او مخالفات خلال فترة من 12 ل 24 شهر اوكي حاليا الكاش كونديشنز شو هي الكاش كونديشنز الكاش كونديشنز بتأثر بالريسك ستاتس تاعة الاجنسي ليه لانه اذا في عندنا ايجنسي الرسك ستاتس تبعها اي على سبيل المثال هيكون في عندها ريمتنس هولدين كباسيتي ريمتنس هولدين كباسيتي زي ما قلتلكم وهو الحد الاقصى للاصدار هذا الحد الاقصى للاصدار بيتحدد عن طريق كالكوليشن هلا رح نمشي على الكالكوليشن اوكي في نقطة معينة لازم اذكر لكم اياها سيد حسام الصوت واضح اتوقع هيك الصوت واضح اسف بالنسبة لريسك ستاتس سي ما في عندهم اه كالكوليشن لريمتنس هولدين كباسيتي او كريتيريا اي شركة بتكون رسك ستاتس تبعها سي بهاي الحالة خطاب ضمانها هو هيكون قيمة الحد الاقصى المسموح لاصدار تذاكر تمام واضحة سيد عمر بس من بعد اذن كنا مش قادر افهم لحضرتك كتبته فاذا اذا هو سؤال عن الشركة ابعتلنا عن طريق بوابة خدمة العملاء اذا لا حاول وضح للسؤال مرة ثانية اذا سمحت مرة ثانية بعيد بالنسبة لريمتنس رسك ستاتس سي اذا كانت الايجنس رسك ستاتس بتاعتها سي معناته الريمتنس هولدين كباسيتي او الحد الاقصى المسموح لاصدار التذاكر حيكون مساوي لقيمة خطاب الضمان الموجود عندها تمام واضحة اوكي الان حنيجي على الريمتنس هولدين كباسيتي و بس بس نركز فيها شوية لانها مهمة جدا تمام شو هي الريمتنس هولدين كباسيتي زي ما قلتلكم الحد الاقصى المسموح لأي شركة تصدر تذاكر عن طريق الكاش كاش فقط مرة ثانية تقدر تصدر كريديت كارد تقدر تصدر ايات ايزي وما بيأثر على الريمتنس هولدين كباسيتي لكن الريمتنس هولدين كباسيتي هو بيأثر على طريقة اصدارك عن طريق الكاش طيب هلا لنفرض خلينا اعطيكم مثال لنفرض انه الشركة من الشركات الريمتنس هولدين كباسيتي تبعها هو 200000 جنيه 200000 جنيه انت معك كل 15 يوم تصدر 200000 جنيه لكن لنفرض انت في يوم من الايام باول الشهر نحن اليوم سبعة الشهر لنفرض اليوم من يوم سبعة انت صدرت 200000 جنيه هتعمل ايه بباقي السبعة ايام عندك ثلاث خيارات يا اما بتصدر عن طريق الكريدت كارد الخاصة بمسافر يا اما بتصدر عن طريق الايات ايزي ارجع اللمت بتاعك لصفر وقتها بتقدر تصدر كاش مرة ثانية تمام وهكذا لكل فترة بيعية اوكي سيد عمر بالنصب للتصنيف تصنيف بتاعك حضرتك تقدر تطلب مراجعة لكل سنة التصنيف بيتراجع مرة واحدة في السنة بس الكل سمعيني مزبوط بس تأكد من الصوت طيب ممتاز سيد محمد شكرا جزيلا سيد هشام انت مش تدفع 200 ألف جنيه انت مثلا انت خطاب ضمانك 200 ألف جنيه ده الحد الأقصى لك للتصدير 200 ألف جنيه انت صدرت ب100 ألف جنيه منهم تمام 100 ألف جنيه من الميتين ألف جنيه بيصفي معك لسه 100 ألف جنيه تصدر كاش لكن لو انت خلصت الميتين ألف جنيه تصدير كاش وعاوز زيادة تدفع الميتين ألف جنيه اللي صدرت فيهم تذاكر للآيات آيات بترجع بتصفر لك مرة تانية الليمت بتاعك وبرده بترجع تسطر تذاكر مرة تانية ممتاز طيب بالنسبة للكالكوليشن هلأ هذه الكالكوليشن اللي هي الحسبة بتاعة الحد الأقصى لإصدار التذاكر لكل الشركات موجودة في الريزولوشن اللي ذكرتلكم إياها في بداية الوبينار هي بالريزولوشن 812 موجودة حاليا على الويب سايت الخاص في الآيات تمام زي ما أنتو شايفين هذه الحسبة بتأثر على الشركات اللي عندهم رسك ستاتس A أو B تمام الحسبة هي عدد الأيام في الفترة البيعية زائد الأيام المتاحة للشركة لحد موعد السداد من تاريخ إصدار الفاتورة مضروبة بالأفرج لأعلى ثلاث فترات بيعية للشركة مضروب باثنين هلأ حاطيكم مثال عليها إن شاء الله تكون سهل لكم تفت بالنسبة لC زي ما قلت لكم اللي عنده رسك ستاتس C قيمة الريمتنس هولدن كباسيتي أو الحد الأقصى لها لإصدار التذاكر مساوي لقيبة خطاب الضمان الموجود عندها للآيات تمام خلينا ننتقل على المثال ده المثال بالنسبة ل الريمتنس هولدن كباسيتي دي نفرض الشركة رسك ستاتس تبعها A أعلى ثلاث فترات بيعية عندها زي ما أنتم شايفين قدامكم 250 ألف جنيه 272 ألف جنيه و290 ألف جنيه تمام مصر معروف فترات البيعية فيها كل 15 يوم فأنت عندك 15 يوم بلس 13 اللي هو من وقت ما تنزل الفاتور لآخر موعد للسداد الصف عندك 28 يوم حسب الكالكوليشن المبلغ المطلوب أو المبلغ اللي آيات هتحدد لك أو مسموح لك فيه أنك تصدر تذاكر حيكون مليون 10464 جنيه أوكي مرة تانية شايفين دلوقتي شايفين المثل أوكي ممتاز مرة تانية حايد المثال إذا كانت في شركة Risk Status بتاعها أي وعندك الثلاث فترات بيعية 250 ألف جنيه 272 ألف جنيه 29 ألف جنيه بعدين الأفرج بتاعهم 18 ألف وربعة وربعين جنيه هلا بالنسبة لل المتنس أنت عندكم في مصر بتنزلك الفاتورة كل 15 يوم بس تنزلك معك 13 يوم عشان تسدد مصبوط حسب الكالندر أنت بتنزل عندك الفاتورة من فترة مثلا من 1 ل 15 أكتوبر الفاتورة بتنزل عندك بنص الشهر وبتدفعها بآخر الشهر مصبوط ديد الفترة اسمها أو رقمها 28 يوم حسب الكالكوليشن الحد الأقصى للإصدار بالنسبة لهذه الشركة هو مليون وعشر تلاف ربعمية وربعة وستين جنيه تمام حد عنده سؤال على المترجم تفضلوا معنا 3 دقايق نس على سيد مهابس أنا أول تصنيف وما كنتش بصدر تذاكر الحسبة تكون ازاي مثل ما حضرتك زي ما قلتلك حتى لو أنت حضرتك ما بتصدرش تذاكر بهاي الحالة ما هيكون في عندك حسبة حضرتك أصلا ما بتصدر تذاكر فعندك يعني ما في حسبة للشركة الخاصة بيك سيد محمد حعيد المثال مرة تانية حاضر سيد إيهاب مش فهم أصدك أو مش فهم سؤال بالنسبة كيف أنه ممكن أدفع بدون فاتورة ما فهمت معلش ممكن تعيد حاضر ستشرين في أكتر من حد طلب أني عيدها حعيدها دلوقتي بس نشوف إذا في أسئلة تعني حمشي على الكالكوليشن مرة تانية تمام سيد محمد مهاب حضرتك مثلا لو استهلك 200 ألف جنيه أول يومين إزاي تعرف أنه عليك 200 ألف جنيه على البورتال حتفوت وتشوف أديه بالزبط في حيكون عليك عن طريق خدمتين في عندك اللي هي الآيات في عندك ترجمة نانسي قنقر 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 حق consistent ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر حساب المتوسط ستي العزيزي اللي هو انك تجمعي ثلاثة رقام وتقسميهم على ثلاثة طلع عندك الحسبة طلع عندك الرقم تمام طيب مرة تانية خليني اعيد الحسبة سنس انه اغلب المشتركين طلبوا ان نعيدها طيب الحسبة بسيطة جدا على سبيل المثال خليكم معين على سبيل المثال انه في شركة ريسك ستاتس بتاعها ايه الحسبة حتكون ازاي بناخد نحن كاياته اعلى ثلاث فترات بيعية في الشركة خلال اتناشر شهر اللي فاتوا يعني لما اعمل لشركة في مصر حاخد من شهر احداشر الفين وسبعتاشر لشهر احداشر الفين وطمنتاشر حاخد اعلى ثلاث فترات بيعية تمام بعد كده حاخد الافريج بتاعهم هو انك تجمع تلاثة رقام وتقسميهم على ثلاثة بعدين في عنا اللي هو اللي هو الفترة من وقت ما توصلك الفاتورة من وقت ما تصدر تذاكر مثلا من واحد الشهر لتاريخ السداد بمصر تتصدر كل خمستاشر يوم او تدفع كل خمستاشر يوم يعني تنزل عندك الفاتورة من فترة من واحد لخمستاشر تدفعها باخر الشهر على سبيل المثال شهر عشرة تزلت عندك من واحد لخمستاشر عشرة الفاتورة بتنزل عندك يوم 16 اكتوبر و16 اكتوبر امت بتتدفع يوم فاتورة يوم 16 اكتوبر بتتدفع بعد 13 يوم من تاريخ الفاتورة بيهاي الحالي يوم 29 يوم 30 اكتوبر بهاي الحالي الفترة دي اسمها Remittance Calendar Day ليه بتكون 15 زائد 13 يساوي 28 تمام حسب هاي الفورميلا بنضربهم باتنين طبعا الرقم اللي بيطلع بنضربه باتنين بيصفي انه القيمة الحد الاعلى المسموح لهادي الشركة لانها تصدر تذاكر مليون عشر تلاف ربعمية اربعة وستين جنيه تمام سيد محمد بيقول يعني بعد كده ما في الشركة حتصدر تذاكر الا بلمت محدد مش شرط يا سيدي ده المت للكاش مرة تانية هذا المت للكاش انت تقدر تصدر اياته ايزي باي تقدر تصدر كريدت كارد مفتوح لك بالنسبة للكاش اوكي حيكون فيه لمت بس اللمت لفترة بيعية محددة واذا حضرتك عاوز تزيد اللمت كل ما تصدر بيوم ادفع ما تستناش الفاتورة لا تنزل كل ما تصدر بيوم ادفع اللمت بتاعك حيضل زي ما هو او حيقل او حيزيد عفوا بهاي الحالة انت حتصدر قد ما انت عاوز ما يكونش عندك لمت تمام اوكي 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 بس هو عشان الوقت لسه ما خلصنا وهو عشان الوقت محدودين فيه لسه معنا 45 دقيقة لازم نخلص فاللي عنده سؤال على الكلكوليشن او الحسبة دي يبعت لنا على طريق بوافر خدمة العملاء وانا حقاوبه او او يكلمني وانا حقاوبه يبعت لي رقم تليفون كلها عاوز تكلمني على الريميتنس هو دين كاباسيتي اكلمك سيدها مظبوط تدفع قبل زي ما هاتفضلت ستشرين ادفع قبل المعادل 15 يوم ستريهان ما فهمت سؤالك معلش بس تعيدي سوري بس ما فهمت انا اسف يعني اذا انت حضرتك مش عاوزت تتخطي المبلغ ده بالنهاية هذا شي ليك انت كشركة انت بتحددي ازاي حتتخطي المبلغ ده ولا لا انت بتعرفي مبيعاتك اكتر مني مظبوط سيد عطف تقدر تسددها على دفعات بشرط قبل التاريخ النهائي للسداد تقدر تسددها على دفعات بشرط تكون قبل التاريخ النهائي للسداد تمام طيب ننتقل على ازاي تعرف اذا انت حضرتك تخطيت قيمة الحد الاعلى لاصدار التذاكر ولا لا اول حاجة في عندك على البورتال خدمة جديدة هتنزل بس تتحول مصر على النظام نيوجين اس اس اسمها الريمتنس هولدين كباسيتي تمام الريمتنس هولدين كباسيتي موجودة او الارتسي موجودة للبورتال ادمنيستريتر والبورتال ادمنيستريتر بيقدر يعطيها او بيعطي الاكسس لأي يوزر تاني زي ما انتو شايفين بالصورة دي حبعتلكم البرزنتيشن دونت وري الصورة دي زي ما انتو شايفين في عندكم الريمتنس هولدينج اماونت يعني كم الحد الاقصى للشركة دي بتاعتكم تصدر تذاكر خلال فترة بيعية الدي ايه حضرتكم استخدمتم من الحد الاقصى ده وكم قيمة خطاب الضمان الخاص بيك بعدين في عندك على اليمين طرق الدفع المعتمدة ليك زي ما انتو شايف في عندك الكاش والايات ايزي باي والكريدت كارد الخاص بالكاستمر على سبيل المثال وتحت في عندك اللي هي ريسك فينت هستوري اللي تكلمنا عنها وبعدين في عندي ريسك بروفايل اللي هو اذا كانت الايجنسي اي بي اور سي تمام اوكي طيب معلش بس يا جماعة انا مش قادر اقرأ الاسئلة خلوني بس شوي بليز شوي وبعدين انتقل للاسئلة اوكي خليني بس اشرح لكم ازاي تشوفوا التفاصيل دي على طريق البورتر تمام بس يتحول للماركت على نيوجين اي اس اس اليوزرز هيصير عندهم الخدمة دي الخدمة دي اللي مش موجودة عنده يبعتلنا عن طريق البورتر ويكلمنا وتليفون وحنا نضيف له اياها هلا زي ما انتم لاحظين من هذا المثال هذه الشركة مثلا صدرت خمسين في المية من قيمة الحد الاقصى المسموح زي ما انتم شايفين السهم بيدل على النص خمسين في المية بالزبط يعني ايه ده يعني الشركة لسه معاها كمان خمسين في المية تصدير ممتنس هولدين كاباسيتي او مبلغ ازاي انت تصفر الليمت بتاعك او ازاي انه الليمت بتاعك ينزل بامكانك بكل بساطة وصلت لخمسين في المية تروح تدفع الخمسين في المية اللي صدرت فيهم بتذاكر دول هيرجع العداد بتاعك للصفر تعيد من اول وجديد كل شركة بتوصل خمسين خمسة وسبعين او مية بالمية هيوصلها ايميل من الايات بيقول لها ان انت وصلت خمسين وصلت خمسة وسبعين وصلت مية بالمية من الحد الاقصى المسموح ليك لاصدار التذاكر تمام الحد ده كل خمستاشر يوم تمام تقدر حضرتك تغير الحد الاقصى لاصدار التذاكر بطريقتين طريقة الاولى انك ترفع خطاب الضمان الموجود عند الايات بهاي الحالة الحد الاقصى المسموح لك اصدار التذاكر حيترفع او ان حضرتك تدفع كل ما تصدر ما تستناش الفاتورة تنزل اليوم مثلا يوم سبعة صدرت بمية الف جنيه وانت الحد الاقصى ليك ميتين الف جنيه روح ادفع المية الف جنيه بيرجع الحد الاقصى بتاعك ميتين الف جنيه مرة تانية تمام واضحة بالنسبة لل portal service وازاي انك تشوف ريمتان سولدين كاباسيتي بتاعتك ست ابتسام يس تقدر الشركة عندها اكتر من نظام دفع بتقدر تدفعي كاش بتقدر تدفعي عن طريق المحفظة الالكترونية وتقدر تدفعي عن طريق البطاقة الاعتمانية الخاصة في العميل الدفع عن طريق البطاقة الاعتمانية الخاصة في العميل دي مش كل 15 يوم دي تدفع مباشرة عن طريق نظام الحجز GDS وخلاص بتاعت التسكرة للمسافر والمبلغ بتخصم من بطاقته يعني اياتا ما حتاخد منك فلوس او مش هتستنى اياتا منك فلوس بخصوص التصدير عن طريق الكستمر كريديت كارد سواء كنت حضرتك مهاب سواء كنت حضرتك مشترك مع شركة التأمين او عندك خطاب ضمان اسمها financial security كل ما زاد financial security بتاعك سواء كان تأمين او خطاب ضمان كل ما حيترفع لحد الاقصى لك لاصدار التذاكر لا سيد عاطف يفضل انه ما حدا يدفع اكتر من المبلغ المطلوب لانه ما حيصير فيه تخصيم من الفاتورة اللي بعدها دي بتسبب مشاكل ونحن موقفينها بنحاول نحل الموضوع بس حاليا لا يفضل انه ما حدا يدفع اكتر من المبلغ المسموح له للتصدير تمام اوكي حنتكلم دلوقتي عن المحفظة الالكترونية حنتكلم عن المحفظة الالكترونية شو هي المحفظة الالكترونية هي طريق الدفع جديدة تقدمها اياتا عن طريق بوابة خدمة العملاء لما حضرتك تنتقل على نيوجين اي اس اس هينزل عندك سيرفيس جديدة على البورتال اسمها اياتا ايزي باي تضغط عليها وبتعمل فتح حساب للأياتا ايزي باي طبعا هيكون في عندنا عربي وحيكون في عندنا انجليزي وحيكون في عندنا فرنساوي وكل اللغات لما حضرتك تفتح الحساب بتاع الاياتا ايزي باي تضغط على ايزي باي اكاونت هياخد من اربع لخمسة ايام للحساب حتى يتفتح ليه؟ لانه الشركة المزودة عاوزة تتأكد من كل المعلومات الخاصة في الشركة وتفتح لك الحساب البنكي الخاص فيك انت كايا اياتا دلوقتي بس يتفتح حساب الاياتا ايزي باي حينبعت لك او اياتا حيتبعت لك ايميل لتقول لك انه الاياتا ايزي باي بتاعك is now active والتفاصيل بتاعته 1-2-3 ازاي حضرتك تحط الفلوس بالحساب بتاع الاياتا ايزي باي تقدر بكل بساطة تحول المبلغ من حساب البنكي على حساب الاياتا ايزي باي وقتها حضرتك يكون فيه فلوس وتصدر التذاكر عن طريقها تصدير التذاكر عن طريق الاياتا ايزي باي بسيط جدا وسهل جدا ورائع جدا كل بساطة لما حضرتك تفتح حساب الاياتا ايزي باي عن طريق بوابة خدمة العملاء زي ما انتم شايفين هنا بالسلايد ده معلش بس ما بعرف اذا فيه حدا بغير بالسلايد خلي موضوع عندي بالنسبة لانك تفتح حساب على الاياتا ايزي باي زي ما انتم شايفين بالسلايد ده عن طريق تضغط على الاياتا ايزي باي هيطلع لك اذا اذا عاوز تفتح حساب الاياتا ايزي باي بتقول اياتا بترجع لك بعد 4-5 تيام بتقول لك ان الحساب بتفتح بتقدر تحط في فلوس او تحول عليه فلوس زي ما انت عايز ما في محدد لانك تحول فلوس عاوز تحط في مليون جنيه حط عاوز تحط في عشرة جنيه هذا بيرجع للشركة بتاعتك تمام طبعا بتقدر تحول عن طريق حساب بنكي لحسابك بالاياتا ايزي باي وانه الفلوس توصل وقتها تقدر تصدر تذاكر تمام مرة تانية ستمونة بالنسبة لفتح حساب الاياتا ايزي باي بس تنتقل مصر كماركت على نيوجين اي اس اس حينزل عندك على البورتل بوابة خدمة العملاء سيرفيس جديدة خدمة جديدة اسمها اياتا ايزي باي تضغطي عليها وبتروح على تضغطي على فتح الحساب ايزي باي بعد 4-5 ايام اياتا بترجع لك تقولك الحساب تفتح بعد كده بتصير تحولي على الحساب ده فلوس هنعطيكي رقم الحساب اللي تحولي عليه الفلوس كل الشركة لها حساب خاص فيها تحولي عليها الفلوس والفلوس دي بتنزل بحساب الاياتا ايزي باي الخاص فيك تمام وقتها بتصير تصدري تذاكر عن طريق الاياتا ايزي باي دلوقتي اقولكم ازاي بتم التصدير بس حضرتك تحط فلوس في الحساب لا سيد حسام دلوقتي دلوقتي هنشرحه دلوقتي هنشرحه ازاي انك تصدر تذكرة عن طريق الايزي باي تمام اوكي ننتقل لما حضرتك تفوت على البورتال تضغط على الاياتا ايزي باي بعد ما يتفتح الحساب حضرتك انت بتفتح النظام الحكز وبدك تصدر تذكرة لمسافر عن طريق النظام الحكز ده هتختار طريقة الدفع مزبوط في عندك كريدت كارد او كاش كي اي سي اي دلوقتي حيكون فيه طريقة ثالثة اللي هي ايزي باي بكل بكل انظمة الحكز تختار ايزي باي بعدين بتروح على البورتال تفتح البورتال تفتح على اياتا ايزي باي وبتضغط على جينيريت اياتا ايزي باي نمبر ده بيطلع لك رقم من 15 خانة تاخده بتدخله بنظام الحكز اللي هيصير ايه بعد ما تدخله في نظام الحكز هتصدر التذكرة بس قبل التذكرة ما تتصدر الى النظام الحكز هيتأكد هل في فلوس بالمحفظة علشان يحجز الفلوس دي بالنسبة لقيمة تصدر التذكرة واذا في فلوس التكت هتتصدر ما في فلوس في المحفظة ما في تكت هتتصدر بكل بساطة سهلة جدا كذلك الامر بالنسبة للريفند انت لو عاوز تعمل ريفند على التكت تتصدرت عن طريق الاياتة ايزي باي تعمل ريفند على الايزي باي تختار طريقة الريفند اياتة ايزي باي المبلغ بيرجعلك على المحفظة الالكترونية يعني ما في مبلغ يرجعلك عن طريق ACM او SPCR لا بيرجعلك عن طريق المحفظة الالكترونية او ريفند على البلغ تمام واضح بالنسبة للآيات ايزي باي كتير سهلة جدا لا فوري مع كل تصدير سيد محمد انت كل ما تصدر تذكرة بيتخصم مباشرة من الايزي باي كل ما تصدر تذكرة بيتخصم مباشرة من الايزي باي تقضلوا معنا دقيقتين نسأل اللي عنده سؤال يسأل معنا دقيقتين يسأل رصيد بيظهر قدامك عن طريق البورتال الاستاذي تضغط على الايزي باي بيفتح لك قدي فيها الرصيد دلوقتي المحفظة بتاعتك بالنسبة للرقم هو الرقم دائم التغيير وليس رقم ثابت الخمستاشر رقم دول على كل تيكت بتصدرها في رقم جديد لسه ما في بنك محدد سيدي لسه لحنا لسه بعدنا في 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 البروزس انه نحنا نحدد لك البنك فا لا تتكلم لا ما في تكلفة ما ما في تكلفة للإداع في الحساب لا ما في ما في رسوم سيد حسام ثاني النظام السيدة محمد محمد النظام جديد في مصر ان شاء الله نهاية الشهر ده بداية الشهر الجديد ديسمبر نهاية نوفمبر بداية ديسمبر مزبوط بالنسبة السيدرانيا بتسأل اذا الحد الاخصى اصدر تذاكر في A و B مزبوط هو في A و B مية بالمية سيتموناء حينزل في ال PSP عن طريق EP حيكون موجود عندك على البيلينك حنشوف دلوقتي بالسلايد انه موجود على الفاتورة بترانزاكشن EP هو سيد محمد على التسكرة يعني هذا الرقم على الترانزاكشن يعني انت لو تصدر 10 ترانزاكشن حتدخل 10 أرقام لو تصدر ترانزاكشن واحد حيكون في عندك ترانزاكشن واحد أوكي زيد سمير انت بتقدر تختار انت بتقدر تختار تدفع الترانزاكشن أو 3 تزاكر دول عن طريق Easy Pay وتقدر تختار طريقتين للدفع بنفس نظام الحجز يعني بتقدر تدفع كاش و Easy Pay بنفس الوقت مزبوط تدخلي على Easy Pay كل مرة بتجيبي 15 رقم لكل الترانزاكشن أو كل التسكرة بتصدريها سيد حسام لا حتى لو فتحت حساب أياته Easy Pay مش هنطلب منك تعمل إداع فيه إذا عاوز تستخدمه بتعمل إداع فيه تمام أوكي ده مثال إزاي التيكت بتم إصدارها عن طريق الآياته Easy Pay طمع حضرتك بتفوت على الجي دي أس بتعمل الحجز بتدخل رقم الآياته Easy Pay اللي خدته من البورتل إذا الفلوس موجودة في حساب الآياته Easy Pay التيكت حتتصدر إذا ما كان فيه فلوس بحياسه بالآياته Easy Pay حيقولك إنه التيكت ما حتتصدر عن طريق الجي دي أس أوكي معلش بس عم بقرأ بالأسئلة اللي عم توصلني لو سمحت بس أعطونا شوية وقت مظبوط ستة رقم لكل التذكرة سيد عاطف الحصار رقم آياتك دي دي المدأ دي والله يا سيدي ما عندي علم داك توصل عن طريق بوابة خدمة العملاء مع وهم بيساعدوك لا يا سيدي مش إجباري ما في حق إجبارية بتقدر تختار هو هو إذا حضرتك عاوز تشترك فيه هو ما في عليه رسوم وأنت مش عاوز تشترك فيه بالنهاية هذا القرار بيرقع للشركة لا هو الحساب للشركة لكل إذا أنت عاوز تفتح لكل فرق تقدر بس الفرق دا لازم يكون لي حساب منفصل على الآيات إيزي باي لا مش لازم سيد شيرين أنت بالنهاية الإيزي باي هو اختياري وليس إجباري أنتو كشركات أو كشركات سياحة عاوز تستخدم الإيزي باي تقدر تفتح الحساب مش عاوز تستخدم الإيزي باي ما تفتحش الحساب هو الإيزي باي موقه للشركات اللي عاوزها تقلل من قيبة خطاب الضمان أنا كآيات إيزي باي ما حطلب منك خطاب ضمان كإيزي باي ما حطلب منك خطاب ضمان إلا إذا كنت تصدر كاش لما تصدر كاش حطلب منك خطاب ضمان لأ مش لازم تعمل اشتراك سيد شيرين لا هو مميزاته سيد زينب إنه أنت لسه يعني لو تخطيتي أو وصلتي لحد المسموح لكي منك تصدري تذاكر عن طريق الكاش لسه أنت في عندك طريقة جديدة لتصدري التذاكر اللي هي الآيات إيزي باي زائد إنه الفلوس دي لما تتخصم من الآيات إيزي باي دي تنبعث لشركة الطيران مباشرة مش حضل عندنا خلال 24 ساعة بتكون بحساب شركة الطيران فبأي الحال شركة الطيران بيكون بينك التعامل بينك وبينها أسهل جدا سيد أحمد لو التذكرة كانت إيزي باي تصدرت إيزي باي وعاوز تعمل لها ريفند تعمل لها ريفند عن طريق الإيزي باي سيد عادل كل الشركات لها حد أقصى كل الشركات سواء كانت خطاب ضمان ولا تأمين ما في أبدا ما في أبدا اختلاف سيد سامر نظبط بتفتح حساب لكل فرق لو حضرتك بتصدر من كل فرق بشكل منفصل يس ده بتفتح حساب لكل فرق لا سيد محمد سلمان خطاب ضمان مش واجب أنت عندك الاختيار يا أما خطاب ضمان يا أما تأمين ده حاجة خاصة بيك أنك تقررها أوكي خلينا أوضح لكم نقطة بالنسبة للريفند أنت لو صدرت ريفند أنت لو صدرت تذكرة إيزي باي عاوز تعمل لها ريفند تعمل لها ريفند إيزي باي لو صدرت تذكرة كاش عامل تعمل لها ريفند حيكون الريفند كاش مظبوط ست نقلة خلينا نكمل عشان نحن محدودين بالوقت حاليا ونس إنه التذكرة تتصدر زي ما قلت لكم الفلوس خلال 24 ساعة إلى 48 ساعة مباشرة تتحول لحساب شركة الطيران باي الحال يكون التعامل بينك وبين شركة الطيران أسهل وأسرع أوكي مظبوط سيدي ها بتقدر تفتحه بدون ما تستخدمه لا سيدي لا سيدي انت بتختار لما تعمل الريفند بتعمل الريفند على آيات إيزي باي فيش رقم تدخله أوكي طيب دي طريقة الإصدار حاليا عن طريق الآيات إيزي باي خليني بس أرضحلكم نقطة على الإيزي باي انت مش هتقدر تصدر تذكرة على الإيزي باي إلا إذا كانت شركة الطيران فاتحة طريقة الإصدار عن طريق الإيزي باي مش كل شركات الطيران دلوقتي فاتحين طريقة الإصدار عن طريق الإيزي باي لأنه الأنظمة بتاعتهم أو السيستم بتاعهم لسه عاوز شغل فنحن كآياته كل فترة اتداء من الشهر ده حنصر نبعت لكم على البي اس بي لينك كل يومين ثلاثة قائمة بأسماء شركات الطيران اللي حتفتح الآيات إيزي باي عندها وقتها تقدر تصدر عن طريق شركات الطيران دول تمام؟ سيد مصطفى الحد الأقصى مش تابت متغير متغير يا سيدي العزيز حسب دراسة الميزانية بتاعك حسب أي مخالفة كانت عندك خلال فترة 12-14 شهر وبتقدر تطلب مراقع عليه كل سنة تمام؟ طب بعد كده بعد ما تشيك إنه شركة الطيران دي بتقبل الايات إيزي باي بتختار طريقة الدفع ايات إيزي باي زي ما انتو شايفين اللي هي باي إي بي أو سي سي تي بي بعدين بتدخل الرقم اللي جبته من الايات إيزي باي الـ 15 رقم بتدخل الـ الى حياتيك يا برضو الايات إيزي باي بعدين التيكت بتتصدر عن طريق الايات إيزي باي اوكي تمام اوكي زي ما احضر لكم طبعا هاد السلايد غطينا اريدي كل الشركات بتقدر تعمل على الطريق الايات بتقدر تعملها وتقدر تعملها سيد اسامة تصنيف بتاعك حنبعت لك اياه بس يتحول مصر على نيوجين اي اس اس مش دلوقتي حنشوف ازاي الترانزاكشن حينزل على الفايل او البلنك بتاعتنا على البي اس بي لينك الخاص بالايات ايزي بي تمام بس حضرتك تكون عارف انه الفاتورة بتاعتك بتوصلك على البي اس بي لينك وفي يكون عندك بجنب كل تسكرة بتصدرها او كل ترانزاكشن بينزل عندك حينصير عندك option جديد او عمود جديد على الفاتورة اسمه form of payment باختصار هذا الفورم هيصير فيه نوع التصدير هل انت صدرت كاش هل انت صدرت كريدت كارد ولا هل انت صدرت عن طريق الايات ايزي بي تمام كمان حينزل على ال hot files في حال كانت في شركة مشتركة بال hot files تمام وتقدر تفوت على الايات ايزي بي على بوابط خدمة العملاء وتشوف من هناك list بتاعة التزاكرة اللي تصدرت عن طريق الايات ايزي بي اوكي هلأ خلينا ارجيكم مثال على فاتورة وفيها ال details بتاعة الايات ايزي بي اوكي زي ما انتوا شايفين في عندك form of payment العمود اللي هو FOP في عندك انواع تصدير كاش كارد وايزي بي تمام ده العمود الجديد اللي حيصير يضاف على الفاتورة في حال الشركة بتصدر عن طريق الايات ايزي بي اوكي في سؤال هنا من السيد احمد بقول الريفند هياخد نفس رقم وسيري للإصدار التذكرة الايزي بي لا هو استاذي الريفند مش هيكون في مش هيكون في رقم انت لما تيجي تعمل الريفند تختار الايزي بي حيتحول المبلغ فيش دعي تدخل رقم حيتحول المبلغ مباشرة الريفند على الايات ايزي بي اكاونت عاركت ازاي لانه بسيط جدا لانه انت مش عم بتصدر عن طريق كريدت كارد لو انها كريدت كارد اوكي بس لا انت تصدر عن طريق ايات ايزي بي تمام ده مثال بالنسبة ل الريفند بفايل او بالبالنج اللي هي الاجينت بلنج سامري بتوصلك على البي اس بي لينك بالنسبة ل الديتيلز بالاجينسي بلنج دي تيلز فايل في عندك اللي هو برضو الفورم بايمينت بس هون شو بيعطيك هون بيعطيك بجنب كل الترانزاكشن صدرته الريزي باي الريبي هتكون اللي هي الفورم بايمينت يعني تقدر انت تشيك شو طريقة اصدارك لهذه التذكرة تمام واضح من نسبة للآيات ايزي باي معنى دقيقتين لانه من ننتقل بعد كده على الديفولت انشورنس بروغرام او الگلوبال ديفولت انشورنس بروغرام فمعنى دقيقتين نسأل اللي عنده اسئلة بتفضل اسأله اشتركوا في القناة اوكي سيد زينب لا مش هتقدري لازم تاخدي صلاحية تصدر تذاكر من الحطوط البريطانية اولا بعدين تقدري تصدري عن طريقها اياتا ايزي باي اياتا ايزي باي حتى لو حضرتك مشتركة فيه بس بنفس الوقت ما عندك كيش صلاحة صلاحيات تصدري عن طريق الشركة دي مش هتقدري تصدري لازم يكون الصلاحيات دي بترجع لشركات الطيران انها تديها لشركات السياحة وانس انك تاخديها تقدر تصدري تذاكر من البورتال يا سيد امير لما حضرتك تفوت على البورتال وبتفتح على الاياتا ايزي باي بتضغط على انه تجينيريت نيو ايزي باي نمبر وبيطلع لك الرقم بتدخله بعد كده بالجي دي اس عشان تتصدر التذكرة لأ هلا خلينا اوضح لك السيد حسام انت لما تصدر تذكرة عن طريق الجي دي اس تختار اللي هو المدخل على سبيل المثال اي بي اف بي اي بي مثلا تمام اذا نكزامبل بعد كده بتاخد الرقم من الايزي باي بتدخله بنظام الحجز اذا المبلغ موجود في الايزي باي وقتها حيتخصم من الايزي باي بتاعك خليني اقرأ سؤال من ست مونة المبلغ بوصل شركة الطيران خلال 24 ل 48 ساعة نفس الاشي بالنسبة للريفوند نفس الشي نعم سيد امير ما فهمت عفوا هل له وقت معين للاستخدام حضرتك تقصد ايش بالزبط كود المدخل ايه على النظام الحجز سيد حسام كل كل كود كل سوري كل نظام حجز ليه كود خاص فيه على الاغلب كلهم حيستخدموا CCEP او CCTV فابدك تأكد من نظام الحجز بتاعك اوكي الخمستاشر يوم عفوا الخمستاشر رقم دول صالحين لمدة شهر يعني لو حضرتك طلعت الرقم دلوقتي او خدت الرقم دلوقتي من الازي بي ولسه مصدرتش التذكرة ده الرقم صالح لمدة شهر حضر سيد شيرين دلوقتي نتكلم عن ال جي دي اي ما في مشكلة تمام اوكي حза لا اوrá لو تذكرة ما بحاجة زي كده طيب ننتقل على اللي هي حاليا Global Default Insurance Program لانه نحن شوي محدودين في الوقت حاليا تمام Default Insurance Program هو حاجة مشابهة لنظام التأمين المعتمد في مصر حاليا لكن Default Insurance Program ده على مستوى عالمي Global Default Insurance ده على مستوى عالمي يعني مش شركة محددة في مصر هي اللي بتزودك في التأمين ده شركة عالمية اسمها يولور هرمز تمام بتغطيك بالتأمين مثل التأمين الموجود حاليا في مصر حسب اتفاق بينك وبينهم تقدر تتواصل معهم تأكد انه هيغطوك ولا لا عشان تشترك بالتأمين بتاعهم الخاص فيهم وتشوف الأجريمنت اللي بينك وبينهم وقت ما انت حضرتك تتأكد او عارف انه انت حتشترك في نظام Global Default Insurance الخاص في شركة التأمين دي يولور هرمز بتقدر تبعث لهم تتواصل معنا وبس تتأكد او بس يصير فيه عندك Activation للعقد اللي بينك وبين شركة التأمين دي مباشرة اياتها بتعملك تفعيل ليه على النظام وانا بقول لك او خلينا اشرح لكم نقطة ده مش هيغير بانظمة التأمين اللي في مصر انظمة التأمين اللي في مصر مثل ما هي ثابتة عندك خطاب ضمان وعندك عن طريق شركة GIG او Trust او تكافل الجديد ده GDI ده بالاضافة ليهم لكن ده عن مستوى عالمي دي مش شركة في مصر دي شركة عالمية تمام وهو بالنهاية اختياري مش اجباري انت بتقدر تختاره تمام الشركة اسمها Eural Herms دلوقتي حوريكم اللينك بتاعها اذا انت بتشوف انه نظام GDI ارخص لك من ناحية الفلوس اللي حتدفعها لشركة التأمين تقدر تشترك فيه It's fine اذا بتشوفوا اغلى اه كمان انت حر ما بتقدرش تشترك فيه بالنهاية ده بيرقع ليك انت كشركة تمام ده الموقع بتاعها شايفينه تحت على اليمين global-default-insurance.com EAN تمام اوكي بس تفوت هناك او تدخل على اللينك ده يعطيك كل الانفورميشن اللي انت عاوزها بخصوص الجي دي اي تمام سيد اسامة حضرتك بالنسبة لسيبر بليز اعمل check with مع سيبر نفسها يعني اسألهم الكود بتاعهم للآيات ايزي بي حيكون ايه تمام انا كآيات مش حقدر اعرف دلوقتي اوكي بقدر اسألك بس مش حقدر اعرف دلوقتي يس سيتمير نو بتقدر تضلي على نفس شركة التأمين ده 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 خيارك انت كشركة آياتها مش حتقولك غيري آياتها آياتها بتقولك غيري في حالة واحدة في حالة تأمين بتاعك التغى غير كده آياتها مش حتقولك غيري يعني انت بتختاري شركة التأمين بتاعتك تمام دلوقتي بس تتواصل مع شركة التأمين تقدر تطلب منهم تغطية للشركة بتاعتك هيزودوك بقيمة التغطية وقتها حضرتك تختار يا اما انك تشترك معهم يا اما انك ما تشتركش معهم ده حاجة بيرجع لك البرايس او السعر هيكون بينك وبين شركة التأمين دايريكت والمبلغ المغطى بقدر انه يزيد او ينقص حسب محضرتك تطلب من شركة التأمين تمام لا ما انا قلت دلوقتي سيد محمد ربيع دا مش حيلغي شركات التأمين في مصر ابدا دا بالاضافة لها دا بالاضافة فيها مش حيلغي فيها ابدا السيد زينب بتسأل شو هي مميزات عن شركات التأمين والله يا سيد العزيزة انا ما بعرف شو شركة التأمين لحضرتك متعقدة معاها بالاضافة شو المميزات اللي بتديلك اياها انا كاياته ما بعرف هذه الامور انا انا كاياته عندي شركة مغطاة عن طريق التأمين بس ما بعرف شو هو اللي معطيك هل ماعطينك سعر تفضيلي على كل تسكرة بتصدريها انا ماعرفش فبدك تشايكي مع شركة يولر هامز وتشوفي اي المميزات اللي ممكن يدولك اياها اكتر من اي شركة تانية منت حضرتك متعقدة معاها لا دا اضافي خليني اشرح لكم سيد اشرف وست زينب خليني اشرح لكم مرة تانية دا اضافي دا لا يعني انه حضرتك تغير انت مشترك ب جي اي جي عاوز تبقى مع جي اي جي مافي مشكلة خليك ب جي اي جي الدي اي الجي دي اي مش حاجة حنرقبرك عليها اذا عاوز تشترك بال جي دي اي اوكي مش عاوز كمان بيرقى عليك انت كشرك دا استاذي عالمي دا فائدتو عالمي دا اضافي يعني انا بدل ما احقق اوكي خلينا اقولك حاجة انت في مصر عندك ثلاث شركات تأمين او شركتين تأمين تمام ببلدان تانية على سبيل المثال السعودية ما فيهاش ولا شركة تأمين دا بيعطيهم الخيار انهم يشتركوا بالتأمين عرفت ازاي يعني دا مش موجه فقط لمصر دا موجه للعالم كامل سيد محمد ربيع انت لو عندك انت في مصر عندك شركتين تأمين او ثلاثة بتقدر تختار بينهم لكن في بلدان تانية حسب القانون القوانين المعمول فيها بالبلد دي شركات التأمين مش مسموحة فاياتة بتعطيهم الابشن انهم يشتركوا عن طريق اللي هو الـ Global Default Insurance Program عرفت ازاي ان شاء الله تكون هيك واضحة طيب شو المطلوب منك حضرتك كترافل ايجنسي لما ينتقل الماركت على نيوجن اسس اول حاجة بليز تأكد اوكي سترضوة بكل بساطة هو مجموعة ثلاث فترات بيعية مقسمين على ثلاثة بس ما فهمت ست مونة معلش بس تتوضحي لي اوكي انتو حضرتكم اشتركتوا بالجي اي جي لا هو شو في ستي انت كان في عندك يا اما خطط ضمان يا اما شرك التأمين وبعد كده صار بعد شرك بعد الجي اي جي كمان دخلت تترست وتكافل يعني صار في عندك ثلاث شركات احنا ما مفرضناش عليكي حاجة سيد احمد الايزي بي ما في علي رسوم هو حضرتك بالنهاية تصدير التذاكر طريقة اصدار التذاكر حاجة بترجع لك سيد اشرف مش فاهم سؤالك معلش تيدو مرة تانية ال جي دي اي مش هيغير بالنظام التأمين لحضرتك عامل فيه دلوقتي في مصر جي اي جي باقي زي ما هو الترست باقي زي ما هي تكافل باقي زي ما هي ده بالاضافة ليهم ولو حضرتك عاوز تغيره خبرنا بس كده التحويل لنظام الجديد ان شاء الله هيكون نهاية الشهر ده بداية الشهر الجاي سيد احمد زي ما قلت لك التحويل نهاية الشهر ده بداية الشهر الجديد القوائم المائية الخاصة فيك مش هنطلبها دلوقتي عندنا بتاعة 2016 و2017 هنعمل التقييم بناء عليه وحنبعت لك ان شاء الله الاسسمنت بتاعك سيد اشرف ممكن بس تكتبها بالعربي لانه بصراحة مش قادر افهمها insurance will apply another bank guarantee or gig only ام سوري بس والله مش قادر افهمها اذا سمحت تكتبها بالعربي اذا سمحت تسأل قادر ما ادفعش كل 15 يوم ما ادفع حيكون كل 4 شهور صح كده لا يا ستي لا يا ستي العزيزي لا مش كده مش كده انتي تدفعي كل 15 يوم ده الاصدار عن طريق الكاش تدفعي كل 15 يوم اوكي لا يا سيد احمد بغض النظر سواء كانت شركة الطيران منخفة التكاليف ولا لا الاياتة ايزي باي هي طريقة اصدار تذاكر جديدة بكل بساطة صلاحيات اصدار تذاكر هتاخدها من شركة الطيران لا سيد اشرف انت عندك جي اي جي مش لازم يكون عندك خطاب ضمان يا واحد من دول او التنين حضرتك بتقرر يعني ده حاجة بترجعلك سيد محمد السيد بالنسبة لهذا السؤال يريد توصل معنا عن طريق بوابة خدمة العملية وان شاء الله منساعدك خلال فترة الخمسة عشر يوم سيد اشرف خلال فترة الخمسة عشر يوم كمان مش معقول انا كايات اعطيك 200000 جنيه تصدر بسنة دول خلال خمسة عشر يوم هو لفترة بيعية محدد مصبوط مصبوط الوبينار مسجل وحنبعث لكم يا ان شاء الله عن طريق الغرفة عن طريق الغرفة والبريزنتيشن هيكون عن طريق الغرفة اوكي طيب خلينا بس نكمل اذا سمحتو انت كشركة شو مطلوب منك لما يبتدي نظام نظام نيوجين ISS اول حاجة اذا سمحت تتأكد اذا هتفتح الايات ايزي باي يكون عندك السيرفيس موجودة دي على البورتال مش موجودة تكلمنا عشان نقولك ازاي تاخدها كل الشركات الموجودة حاليا في مصر بس يشتغل نظام نيوجين ISS في مصر هتدخل جو ستاندرد واللي عاوز يعدل يبعتلنا عن طريق بوابط خدمة العملاء عدل بالنسبة ل المتنس الهولدين والريسك ايبنت ستاتس رح نبعتلكم الديتيلز كلها على الايميل بس نعملكم الريسك السيسمينت الخاص فيكم كشركات بتقدر حضرتك برضو كمان تفوت على البورتال اه اذا 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 الايميل حضرتك ما فهمتوش تقدر تبعتلنا عن طريق البورتال ونحن هنشرحه لك او تقدر تفوت على الريمتنس سولدين كباسيتي عن طريق البورتال وتشوف الديتيل دي بنفسك عن طريق البورتال تمام وبالنهاية ال جي دي آي هو اختياري وليس اجباري تب تقدر كشركة انك تختار بأي نوع تأمين او بأي نوع حطاب تمام احنا قربنا نين هي طبعا بس عاوز اذكركم بعض النقاط الاساسية لما يبتدي التحويل عاوز تغير تقدر تخبرنا عن طريق بوابة خدمة العملاء تمام تأكد انه كل معلوماتك على البوابة خدمة العملاء كاملة واذا حضرتك الادمنستريتر او لا عشان الوحيد المخول بالتعديل ويكون عنده الخدمات دي هو الادمنستريتر تمام مطلوب منك برضو انك تعمل تشوف مين هيكون عنده الصلاحية اللي يشوف الريمتنس هولدن كباسيتي ويوصلوا ال ومين هيكون عنده اللي هي الاياتة ايزي باي في حال هيكون عنده تصدير اياتة ايزي باي علشان يقدر يطلع الخمستاشر رقم دول ويدخلهم على الجي دي اس للتصدير تمام ما في مشكلة يا ستمونا نحن في الخدم ان شاء الله يعني منحاول قدر الامكان انه نساعدكم في سؤال من ستميرنا انا لو عندي شركة تأمين جي اي جي وخطاب ضمان ممكن استردى خطاب الضمان مزبوط تقدر تستردى خطاب الضمان تطلبي مراجع على قيمة خطاب الضمان الخاص فيك واذا مش حاجة خطاب الضمان بتاعك حنرقعه لك اوكي ستردوة ممكن تتواصلي معنا عن طريق بوابة خدمة العملة ونبعت لك اياها ممكن تتواصلي معنا عن طريق بوابة خدمة العملة ونبعت لك الكالكوليشن على الميل لانه نحن حاليا محديدين في الوقت لسه معنا دقيقتين وما خلصناش سيد عمر هذا بالنسبة للرسوم دي بترجع على شركة التأمين لما بتذكر لما حضرتكم اشتركتوا في الجي اي جي كانت بتاخد منكم 5000 جنيه بتدفعوها للغرفة اتوقع بالنسبة ليرالهام زي ما قلتلكم المصاريف والرسوم دي تتحدد بينك وبين شركة التأمين لما حضرتك عاوز تفتح اياته ايزي باي بتقدر تفتح اياته ايزي باي مش شرط انك تحط في فلوس تقدر تخليه بدون فلوس لكن يفضل تفتحه وتخليه موجود عندك بس للمستقبل يعني عشان ما تضيعش خمسة يام تستنى لحد ما يفتح الاياته ايزي باي اكاونت بتاعك تمام وبتقدر تشوف مين هم اللي بيصدروا عن طريق الاياته ايزي باي ايضاega تبعتلكياهم عن طريق البي اس بي لينك بالنسبة للجي دي لاي حضرتك بتقرر شو هو اكتر فايناشي سيكوريتي او ام تأمين مناسب ليك سواء كان تأمين في مصر او العالمي او عن طريق خطاب طب One و settling اي حد عنده سؤال على نيوجن is اتواصلوا معنا عن طريق بقوابة خدمة العملاء ونحن بنساعدكم получleri تقدروا تحكم معنا تليفون تقدر تبعثه لنعطي الحاجة الأخيرة اللي حاوز أذكرها لكم بالنسبة للنظام نيوجين ISS نحن في عندنا موقعين إلكترونيين الموقع الأول عشمال ياريت تكتبوه تحت ده بيديلك اللي هو المعلومات الخاصة بالنظام نيوجين ISS دلوقتي حدخلهم على التشات ده الموقع الأول الموقع الثاني اللي هو e-learning تقدر تسجل فيه بالشركة بتاعتك ده مثل training لنيوجين ISS بس حضرتك تسجل فيه بتقدر تفوت على الموقع ده وتمشي بين learning models الموجودين بخصوصا نيوجين ISS تمام؟ دلوقتي حط الموقع الثاني على التشات بالوقتي دول بتقدر تاخدهم عندك copy وتحطهم بالبراوزر بتاعك وتفتحهم دلوقتي وتشوف الانفورميشن الخاصة بالنظام نيوجين ISS شكرا لكم جميعا بس حمشي على آخر الأسئلة الموجودة الندوة دي مسجلة بس مش على البوابة للأسف لأنه حتكون عن طريق الغرفة لأنه حجمها كبير حنبعتها للغرفة والغرفة حتتديها لكم تقييم الميزانية الشركة لها علاقة بدراسة صافي أرباحها مزبوط هو أنتو إحنا من نحن من قيم الشركة حسب ميزانيتها ما نقيمها حسب ربحانا ولا خسرانا نشوف الميزانية بتاعت الشركة تقدري ترجعي أو تقدر ترجع سيد أحمد فوزي للمعايين المعينين المعتمدة في مصر عن طريق بابعة خدمة العملة وتشوف التقييم بيمشي إزاي محمد عقل ما فهمتش سؤالك عفوا بخصوص الإيزي باي شكرا نجز لكم جميعا ودفولت إنشورانس مش مفتوح لمصر الآن لسه لسه أستاذ أحمد أستاذ أحمد بلح لسه مصر ما صارت نيوجين آي اس اس حتصير بآخر الشهر أو الشهر الجاي بس تتفتح نيوجين أو تحول مصر عن نيوجين آي اس اس وقتها حيتفتح الديفولت إنشورانس بروجرام أي حد عنده سؤال تاني نحن حنبع سيد هدير نحن أو سيد هدير مش تأكد من الاسم بس التسجيل حنبعاتهم للغرفة إن شاء الله خلال الأسبوع ده العفو العفو مرة تانية أي حد عنده سؤال يريد تواصلوا معنا عن طريق بوابة خدمة العملاء تواصلوا معنا عن طريق الشات حاليا فيه شات تقدروا تحكم معنا تليفون وإذا عاوزين أي حاجة خصوصا نيوجين آي اس اس سواء كان أنا أو زملائي نحاول نساعدكم قدر الإمكان تواصلوا معنا وإن شاء الله نرد على استفساراتكم وأجوبتكم حاولنا نعمل هذا الويبنر أو الندوة دي قبل الماركتين تيل على نيوجين آي اس اس على أساس إذا فيه حدا عنده سؤال أو استفسار أو شكوك بخصوصا نيوجين آي اس اس تواصل معنا وإن شاء الله نحن بقدر الإمكان نحاول نساعدكم ونجاوب على أسئلتكم واستفساراتكم بس فيه حاجة أخيرة أبدي أذكركم فيها رسوم الإشراك السنوي حاليا صارت على البي اس بي لينك اللي ما دفعها يدفعها واللي بحب يتأكد من الدفع يبعتلنا عن طريق بوابة خدمة العمل لوصل الدفع علشان نأكد لكم إياهم تمام إذا ما في عنده حدا أي سؤال بتشكركم مرتاني لأنكم ضليتوا معنا خلال هالساعتين شكرا كتير لكم لأنكم تواصلتم معنا وشكرا كتير لكم للتسجيل وحضوركم ومتمنى لكم نهار سعيد فيه سؤال من السيد محمد عندما ادفع النظام في مصر تحول الشركات إلى نظام جو ستاندرد مزبوط لازم أدفع خطاب ضمان لا بتفضل زي منتا حضرتك إذا أنت جي آي جي بتفضل زي جي آي جي إزاي الدفع أونلاين بيظهر تلقاي بخصوص الاشتراك السنوي يس بيظهر تلقاي بالضبط اللي عنده سؤال على الاني والفيز بليز ابعتوننا عن طريق بوابة خدمة العمل عن طريق الكستمر سيرفيس بورتال بليز شكرا شكرا جزيلا لكم بتقدر تدفع تقدر تدفع كريدت كارد الاشتراك السنوي موجود حاليا على البي اس بي لينك ستمنى إذا عاوزت إذا عاوزت بليز تواصلي معنا عن طريق بوابة خدمة العمل وإن شاء الله حنساعدك شكرا كتير لكم نهاركم سعيد ومع السلامة شكرا كتير شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم